في سابقة هي الاخطر من نوعها تبدو دول الخليج على حافة الانهيار فلا النفط ولا الاستثمارات ولا العلاقات الدولية او الخبرات المحلية ستحول دون وقوعه وذلك بعد قرار اتخذته حكومة اسد بمنع تصدير البطاطا المخزنة الى دول الخليج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام اسد وبحسب وسائل اعلام موالية اصدرت قرارا يقضي بوقف تصدير 150 طن من مادة البطاطا يوميا الى الخليج العربي وذلك بهدف توفير البطاطا في السوق المحلية باسعار مقبولة اما لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق وبحسب المثل القائل تي 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 متل مارح تي متل ماجي تي قد نوهت الى امكانية تهريب مادة البطاطا عبر الحدود الى العراق في اشارة غير مقصودة ربما منها تؤكد بان الحديث عن فساد مؤسسات نظام اسد ليس مجرد اقاول بل انه بات امرا بديهيا ومعروفا لمؤيدي اسد قبل غيرهم عجز حكومة اسد عن تصدير البطاطا وغيرها من المنتجات التي لا تتوفر لديها اصلا لا ينطبق على الحشيش والمخدرات التي تعج بها مناطق سيطرته والتي باتت نقطة توزيع اسدية ايرانية على دول الخليج واوروبا ودول الجواري كالاردن ولبنان وحتى مصر في شهر شباط الماضي ضبطت الامارات شحنة مخدرات ضخمة بقيمة مليار وثمانمائة مليون درهم قادمة من ميناء اللاذقية اضافة لضبط الجمارك السعودية شحنة مخدرات اخرى قادمة من سوريا حكومة اسد التي لم تعد قادرة على تلبية ادنى وابسط متطلبات مواطنيها لن تكون قادرة على تصدير اي سلعة صناعية كانت ام غذائية ومادة البطاطا من بينها اشتركوا في القناة